أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعلنه عوجا قيما لينذر لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ودا لآبائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض وغزينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صيدا جرزا هل حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أغيفت يتو إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف في سنين عددا ثم بعثناهم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين من أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبه الإنقام فقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دون ذي إلى ذا لقد قلنا إذا انشقطا هؤلاء قوم نتخذوا من دون ذي أهل سيغة له لا يأتون عليهم بسلطان البين فمن أغلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال تزاوروا عن كهفهم في فجوة منه تزاوروا عن كهفهم ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أنقاذا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم عبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم وليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا أعلموا أن وعد الله حق قلوا أن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلموا بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلموا بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهره ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ولك اللبك إذا نسيت ولك اللبك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفين ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعين قل الله أعلم بما نبثوا ولبثوا في كهفين ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعين قل الله أعلم بما نبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من وليه ولا يشرك في حكمه أحدا واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك بكلام بدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ورهة يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومن شاء فليكفر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلَّوَالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِنْ شُرَادِ قُذَانٍ وَإِنْ يَسْتَغِيْثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ وَإِنْ كَالْمُهُ لِيَشْوِرِ الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَاهُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ وَإِنْ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبْ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَذَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضُّرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبَرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِمَّ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُتَفَقًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ترجمة نانسي قنقر